السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله السعودية يكتسح المعرض الدولي للعلوم والهندسة معرض إيسيف 2022 في أمريكا وحقق المركز الأول وحصلوا على 21 جائزة عالمية كبرى كما حقق الطالب عبدالله الغمدي المركز الأول على مستوى العالم في مجال الطاقة بمعرض إيسيف الدولي 2022 والطالبة دانا العيسان تفوز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الكيمياء بمعرض إيسيف الدولي 2022 كما حصلت السعودية على 21 جائزة طبعا حالة من الفرحة الشديدة جدا على كل أهالي السعودية زي ما انت شايفين في الفيديو كده كل التوفيق لكل السعوديين طبعا بنتمنى لهم دايما التقلق ودايما النجاح ده كان الخبر بتاعي لو وصلت معي لحد هنا وعجبكم الخبر فضلا منكم يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا لكل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته